السلام لبنات و مرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح و بخير و على خير انا الحمد لله في نعمة اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم روتين على بالي بلي رح هيعجبكم قولوا لي وشاكم ديرين فيها مع هات سخانة وش راكم طيب وكيف راكم تجوزوا في نهارتكم يعني تضيقوطاش في الدار ما كاشو نديرو مام هات سخانة ماشيتع خرجة ما ننصح حتى وحدة تخرج بها ولا السخط اللي عندها وليدة صغر قولوا لي ان شاء الله ربي يقدر جميع العمال اللي راهم يخرجوا يخدموك سواء في شركة ولا برة يعني الخبزة كما قال سختولي خبزتهم معرف كاين اللي يحليل كاين اللي يخدموه في الطرقان كاين اللي بلك يخدموه هكا في السطوحات ولا غري يحليلها ما ربي يكون معهم و ان شاء الله ربي يرزق كل واحد ويسهله في خبزته و ان شاء الله ربي يكون معنا و يخفف علينا هذه السخانة هذه اللي راهي كما شفتوني حبيباتي شاركت معكم مقططافات من الروتين ديالي من الصباح و القهويت كما كامل امهات الجزائريات قلت لها ماشين على فيدور بس كي كانوا عندي الحواية تلمولي سوف يوقع لو حتى ثلث يام او اربع يام ما خسلت ابانت المتسلة رح تدرت هاد دور و هنا قلت سبق في الفطر ندوزنوه هكا نحيه من طريق لا نستطيع أن نأكل لورا غير حاجة خفيفة كالحمف الكوكوت او دفخيط او دفخيط او دفخيط او دفخيط او دفخيط او دفخيط صدقوني انا في داري لا نطيب يوميا الفطر دفخيط او دفخيط المهم هنا كان عندي دوم خسوط الفيلي درتتهم ، هكا كنت ندرهم في الفر و بعدها معهد السخانه و شميسات الدربلي في الكوزينة قلت قلت هذا ليس بكاد دوزنو بزي بيس كامل شوية شوية كانوا عندي ثاني توابيل تحديد الحمل ولا نقول لكم جاوبنا نبنانعسل الفيلي و ما نقول لكم شاهدكم في الجنة ان شاء الله كما قلت لكم دوزنتوا هنا في البلاتة على الفوغ باش زع ما نديروه في الفوغ وبعدها قلت انشعل الفور فهات السخانة ما تسلكني غير لكوكوت مينوت في مينوت وهو طايب وبعد هنا كانت تلحقتني لكومنت ديالي اللي كنت كمانديتها من عند قاتو سويت امير فوالا سويت قاتو امير هملك الارقام الهاتف تحتها خليلكم الانستغرام ديالها مشي اول مرة نكماندي عليها البناتس شفتها في الانستغرام كانت بيبليي وكامل شهاني قلت ان كمانديها كحبيبات منوعين مقروط هداي السابلي تاع سنيكرز هدا بزاف ابنين المقروط الثاني بالغرس اي شاهي لبنات البنيون هدا الفاغ هدا مسيسات البنيون بنتو ماشاء الله يقرمش الله الله سابلي هدا واش نحكي لكم واحد لك خامل داخل تشارك للعريان وثاني كعك النقاش هكا تقدروا تتواصلوا معها تدير لكم مشرك حاولكم حاولكم سواء العريس ومناسبة تعال باكل بيئة ونشاء الله سوف نتجح كامل وليداتكم ماهما هكا اللي عندها مناسبة عرضة وحبت تروحي تضيفي وحرتي واش تدي في يدك تقدري تكماندي هكا اون بوكس فاغيات على دي غاتو وتديها في يدك فالا هنا تسنم وش نقول لكم يديها على مكامل مرمدين وحبت تتاكل ما خلونيش كامل نصور لكم ايبا قلت نقسم لكم هكا حبيبات باش تكون المصداقية وصدقوني كاي مزفلي كمانديو على الاخت هادي ووصلوا معي وقالوا لي ام تامي معطيك الصحة اللي وريتين لها لها اللي وريتين لها هذا البن بلان هذا حلوة ما شاء الله شوفوا تخدم حلوة بريستيج وحلوة تعزوالي يعني انتم ما كنتوا حابين تحبو المقاروط بالجوز واللوز تدير لكم تحبو المقاروط بالغرس تدير لكم كامزاف حلواجيات لي بالك ما يخدموش الكوكا ولا ما هي تخدم كلش كلش نتمنى تتروحوا تكمانديو عليها وتعجبكم الحلوات ديالها هنا كنت وجهت روحي بس كي هذه العشية كنت رايحة عند حبيبتيها كان نقصر شوية مام دراري بدلو يلعبوا مع وليداتها حبيت نذكركم بلو باخفان تعريماس لمركريماس راه يدير لكم تخفيضات واحد وخلا كيتدو زوج بسعر واحد يعني الباخفان واحد يدير خمسين وخمسين آلف كيتشريه او رايح يلحقك الثاني باطل التوصيل في الجزائر العاصي مارهو بعشرين آلف والولايات الأخرى بربعين آلف ابروفيتي ويالبنت الريحة ديالهم تهبل ستقوني تهبل انا التلمون بزاف شابا ما نش نستعملها الاستعمالات اليومية خليتها غير للخرجات غير للقعدات الله الله غير لجوغني سبيسيال البرخفان الاول واسمه فانيلا الديزيام واسمه فلور غورمان كيتشريو واحدة توصلكم الثانية معها باطل ابروفيتيو لماكسيموم التوصيل ثمانية وخمسين ولايال الاستمارة راهي في صندوق الوصف عمروها راح يوصلكم البرخفان في اقرب وقت ممكن انا هدي اديتها معايا في الساك قلت انسي جامي هكا نحب ننجدد العطر ديالي وندير الريحة نلقاها في ساكي بعدها حكمت الطريقة وخرجت هنا يا لبنات شوفوا كنت في الدار مش على الكليم وكنت نشوفهم يقولوا سخانة 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 ما درج في بالي بالي كين وخرج اراحان تشوكا عبلكم كي خرجت انضيغي شوفاش شالي مورا مش علينو في وجهي قاعدنا نمشي ونقول وشنو هادا وشنو هادا فغيمو واحدة سخانة جازت تراكم كامل جستو عليها كما قال يحليل يحليل لي ما عندهم شي كليماتيزر يحليل لي بالك امراض يحليل لي عجايز لي انسى كبارات لي والله هي اللي بنت غير يحليل ربي يكون مع كل واحد ان شاء الله ربي ان شاء الله يكون في عون كل واحد هذه هي اهنا حكمت الطريق اديت معايا انبوكس تعقاطوه كنوعت لها شوية اديت معايا تامي متسني مراجلي في الطريق يعيط ديري لهم البونية ديري لهم الكاسكيطة تخاف عليهم سخطوه مع السخانة بس هي مالقري غير هنا مشي حاجة يا ربي مشيت واحدة ثلاثين مترا ولا مي كامم هذيك سخانة لواحد ما لازمش كامل يخرج فيها المهم كيل حقنا هنا يا كنت شوفوا دراري وشتلاقا ودارو حالة هي عندها الجعلولة لتعبناتها بروفيتا ولدات يلعبوا فيها حطيت القاطو في الكوزينة قاعدين نقصروا عفوا قصرنا بدلنا شوية يعلى كل حال مستغليناش بس كدراري هبلونا يمسوا بعدها عم تضربوا بعدها ما خلاتني اش اي مستلي هذي دربتها هذي اسوكتوبرك ما بصح حلاوتها هما دراري صغار يعني يكرهوا في الدار وممحنا الكبارات ونكرهوا مدابينا هكا الوحدة مع العشية تبدل تروح تقصر عند حبيبتها او عندها فامي او كل واحدة قوي انتهوالها كما قال هنا حطيتنا الليجوم على الأول مع الفاكية بردة يعطيها الصحار بيخليها ومن بعد هنا تمنع القهوة حليب كاك سخونة مالقري سخانة انا من كدبش عليكم مضروبة على القهوة حليب قهونا دراري مدورين كما راكو تشوفوا جوزنا عشية من ارواع ما يكون حبيبتي تاني عندها قناة واسمها امنا دان خليها لكم في صندوق الوصف هكذا تروحوا تدعموها وتشوفوا الروتينات دياولها هنا كما اشتو كنت نستقهوا مع دراري داكل مقاروط الله الله هي تاني كان دارت دي غاتو حطتهم دراري مدورين بنا سكتوبر كنت نعس فيهم على جل ما عن خفت انسي جامي يكسروا لها كش حجم السيخ فيس اكتو تعرفوا ام بعد هنا عاويت وليت الداري مع العشية كما اشتو تاميموا تسنيم القاو القطوطة في الارض ايبان قلتوا لا غير نصور لكم شوفوا تسنيم هربطت لها بالعنب اكتو تعرفوا دراري خيف الدار يعني الحمد لله كان كل خير ما ياكلوش ايبان قلت لها لعنبوجة جايبه للدار ام بعد هنا كيلحقت للدار كان عشايا واجد كل حاجه واجده شغلي مخدوم قبل ما نخرج كنت قلت كل حاجه قلت بلا غير ندير كيكا الغدوة من دك هكا بش نحيها من راسي وطيبتها في العشية كاملة في البرودة خير من اللي غدوة من دك نطيبها في السخانة كانت تحبط البيض لديها في زوج سافر يتبع بيت 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 2500 بزيف هاي حلوة للمسكو تشوء بزيف هاي لي يجيكم احد ادفة سبعة مغارفة على السكر خلطها مليح مع انا فاني ونضيف لهم سبعة مغارفة على الزيت كيما رأيكم تشوفوا نزيد نخلط مليح بعد ان يجنسوا للخاليط و هذا السكر تحسوه بدي يدوب معاكم ضيفوا له سبع مغارف على الحليب هنا البيض من الأحسن يكون بدرجة حرارة الغرفة الحليب ثاني يكون برد برد في غير مفخي جيدة لكي يعاونكم برك هذا السكر يدوب هذا ما كان ضيفت سبع مغارف على الحليب خلطت مليح مليح بالفوي حتى وين تحصلوا على خاليط يكون متجانس ثم نضيف سبع مغارف على الحليب هنا هنا يدوب خميرة كيميائية انا كانت عندي غير نصباكي قدرته من هذا كوجهتني في غير مطالعة واحد الكيك يعني تديروه على وقفه كالوليداتكم مع قهوة العاصر أو تنوضي مع الصبح قبلهم ولا تقدري توجده فيد فيه في مينوت يكون واجد معاكم لا تعجزوه لش بس هذه هي يعني الوحده يتعجز ما تقدر تديروه ما ينفوه تبدي تديري ولا تبدي تطيبي راح تحلالك وتفريها على البكري المهم هنا فرغتوه في هذا البلاه هذا و المول تعلق الفور تجي طباقة رقيقة ما يجيش خشين بزاف ما يجي هاي اللبنة تصدقوني يجي من اروع ما يكون ثم قدرت له طيب هنا نوجد صوص قدرت كاس فنجال مع نصف فنجال مع نصف فنجال نضيف حليب كيله سكر نصف كيله زيت نصف كيله حليب لدي الكاكاو من الأحسن يكون الكاكاو نخلطهم مليح مليح و نضيفهم فوق النار حتى تشعرون هذا السكر هذا لم يكن فوق النار حتى تشعروا السكر داب كيكاو الكيكاو الكيكاو كان باردة لا تشعروا سخون رميتها كامل من الفوق كما رأيكم إن كنت صغيرة تستطيعون تحضرها لقهوة العاصر أو تكفيكم ثم هنا لا تريد شرب الكيكاو تقعد غير من الفوق قلت أن قسمه سخون لكيكاو سوف تقسمتوا كامل كاكاوة كاغي و من الفوق كوكو تستطيعون أن تزيين ما تريدون ما تريدون ما تريدون ما تريدون ما تريدون ما تريدون نتمنى أن تجربوا الوصفة وتبعتوا لي تطبيقاتكم في مواقع التواصل و لي لي و اسمهم أم تامي أهنا يا لبنات لحقنا لنهاية على غوتين لي لحقت حتى الهنا ما تنسونيش في القلوبة كما معرف نتلاقوا فروتينة جديدة والسلام